شاشات عرفت بأنها صوت الناس ومنها تستمد البصمة المميزة لهذا كان لابد أن نستطلع رأي الشارع فيما تقدمه هذه الشاشات من مواضيع بالتعبع الأعلام الوطنية بشكل عام كان ضروري الواحد بتعبع أعلامه شو رأيك بالقنوات الأعلامية الوطنية؟ بس بده شوي تجديد وتغيير شوي يعني يكون وقع أوضح يعني يكون دعم الناس الصريح أكثر من هيك يعني ممكن بده شوي تحديث يعني كله صلوي شو هو أحتي كله صلوي لازم له هيك تغيير أو تجديد مثل شو؟ يعني هلا مثلا في بعض البرامج أنه بتلاقيها شوي جافة يعني هيك مثلا المزيعب بتطرح السؤال بشكل مثل ما هو مكتوب يعني في هيك بتحسي أنه في هيك في حيوية أو في هيك في تفاعل أكتر يعني تلاقيها أنا عم تسرد السؤال مثل ما هو مكتوب يعني حتى طريقة طريقة مثلا نطرح السؤال بتلاقيها هيك جامدة يعني ما في هيك تفاعل أو هيك أكشن أو ما بعرف يعني في هيك شي بيشدك لطريقة السؤال يعني لو كان في عنا عقول قديمة نتمنى نستعين بالعقول الجديدة وندمجها مع القديم ونسير نحو الأمام نحنا كجيل إعلامي طالع منتمنى أنه يكون في روح وطاقات إعلامية جديدة يعني أنا ممكن مشوف تلفزيون منما كان عمري ست سنين ده هلا بحس أنه نشرت الأخبار مع أنه بظروف صعبة وكذا ويجب أن يكون شي جديد كله نفس الشي بتحسي مثل موزيعاتنا صايرين دقاءة قديمة بالإنكان بالحوار باللبس بالكل شي عرفتكي يعني مثلا بتفتحي المحطات لنقول اللبنانية تمام بتلاقيهم عن جد شي بشي هيك إنك تتفرج على أمه أحاديثهم ثقافاتهم نحنا أبداً ما عنا هاد الشي المواضيع اللي عم ترحكها يعني مع كثير بتجزوا بالانتباهها والرأي يعني هلا في كثير للشغلات لازم بتتغير مثلا هلا الموزيع بالبرامج اللي عم بيحبتوها إنه بتحسيها روتين متكرر يعني حتى الحوار نفسه يعني كلهم بقلوا بع نفس المحطة نفس اللي حكي ونفس كل شي يعني روتين روتين وإنه ما فيش عم يتغير ما فيش عم يفيدنا نحن إذا قررنا مع قبل الحرب حديقة صار في تحديس يعني صار في جرأة بالطرح وخبرة أما إنه بده تحديس بده بس هذا كله بده إمكانيات مالية كبيرة ودعم ويعني تعرفيها الأقنية العالمية بيكون فيه دعم سياسي ومنظمات وراها بقى بالإمكانيات هاي مني حيني عم نطلع معهم هيك حقيقة والله العظيم أنا عندي أولاد وعم درشهم كزماء ما عم أفضل تفرغي على الفستون أصلا هلا في نواحي إيجابية في نواحي سلبية كتير بس النواحي السلبية يعني شوي أكتر من النواحي الإيجابية مثل شو؟ مثلا نفس الوجوه عم نشوفه على كل المحطات مثلا الموزيعات صباح الخير نفسهم نفس الوجوه دائما صاروا كتير قدما نحن ملينا بحاجة وجوه جديدة بحاجة أشخاص جديدة فكرة جديدة لناس تترحوا بهالأزمة نحن عم نمور فيها أغلب الأقنية الأخبارية السورية حتى صارت واكب الحدث يعني صار فيه تقدمة وقفزة نوعية عن الماضي يعني كل الأخبار نسمعها حقيقة ما بدي إلك أونلاين يعني مباشرة كله عم نسمعه أخبار بايته ولكن بهالأزمة صارت واكب الحدث صارت تغنينا أنه نتابع محطات تانية كويس وشي مفيد قنات الرسمية عنا صار بدنا وزوح جديدة يعني أنه مثلو بيغيروا سوي أنه نغير روتين سوي بيكون أحسن يعني أنا ما بحب حكي كتير عن الشق السياسي لأنه هذا شي بيتعلق وعم يقدوا دورا وبيشكل كتير يعني الجهد عم يبزل عن جاد صحيح بس على مستوى الاجتماعي اللي بيخصني أنا ومستوى الشباب بحس فيه تأثير فيه نقص يعني لازم يكون تفاعلي أكتر التلفزيوني صير وجريء أكتر بيطرحوا القضايا لازم كمان نلاحظ حضور للشباب أكتر يعني وتفاعلي أكتر يعني يعني مثل ما مشوف القنوات الجرافيكس يكون أقوى يعني البصريات تكون أحسن بكتير اختلفت وجهات النظر بين من وجد شاشات الأعلام باتت أكثر مواكبة للأحداث ومن وجد الحاجة في تطوير طريقة طرح المواضيع أعلامنا استطاع أن يكون وسط الشارع في سنوات الحرب ولكن ربما ينقصه التجديد والتطوير هكذا كان رأي الشارع السوري عبر كاميرا الإخبارية السورية لليوم للإخبارية السورية من دماشق سلمعود اشتركوا في القناة